السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. يا ده ريشة للجال يا حبيبي صاحبات. اقعد. اقعد يا عمي. الوقت يسمعوني كلكم. انا شايف تلت كراسي في الوسط كده مش عارف دول بتعميهم. ده بتعميهم. حسنا الله. وده بتعميهم. وده بتعميهم. وده بتعميهم. يعني كلهم ماتوا. ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده. ده لان عينة حسان ثابت زراعة الحشيش. ومن ساعتها مش لقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زيان. لكن هما دلوك راجعوا لاصلهم. راجعوا لاصلهم اه بس مش هنرجع زي زمان. احنا هنشيل الكرسي ده وحنشيل الكرسي ده. هيفضل كرسي واحد. اللي هيقعد عليه هو اللي حيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقة. وحيبقى هو ملك النجع. ومن اللي يبدي عينه على علم. اللي حتختاروه هو اللي حيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفعل الكرسي ده غير واحد من الاتنين. يا اما مناع يا اما همام. صح؟ 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 وكل عيلة تختاروا واحد منها وانا عالجوا لاختلفوا تاني؟ يا هو ده؟ ويه رأيكم. نرى بنفسي. اختار مناع. يكون كبيرنا. يكون ملك الناجع كله. بس. بطل حديث. كلنا عارفين قيمة مناع. هو الوحيد اللي يبيعرف يطبق الطابقة. ويبيع الحشيش. وفوق ده وديه. عقل وصاحي وواعي. ومتعلم وحقاني. بالساعة ديه مناع. هتكون انت كبيرنا. وملك الجبل. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. اول هام باشكر صاحبي. امام. اللي فضلني عن روحه. والتاني هام لازم نصف النفوس. وقبل ما ابقى كبيركم كلكم. ونبقى عيلة واحدة لازم اجيب حق المظلوم وسيعلموا الذين ظلموا اي منخلب ينقلبون صدق الله العظيم تقصد ايها كبيرنا كلنا اقصد ان العبائضة راحنا لوم 25 نفس مهدر من البندرية وانا حكمت على البندرية ونيابة عنهم امام يدفعوا مليون جنيه دية ده اذا سمحوا العبائضة ويجبلوا الدية ويستسمحوا وانا يابة عن العبائضة بقول اننا موفقين على حكمك يا كبير الناج يقولك يا صحبي اطرد بحكمي ولا بلاش منها القبرانية من اساس وتفضل كل عيلة على حالها نفصها طفح المرار وشيل الطار طالما هنتصالح كلنا انا موافق هدفع الدية وانا قدامكم كلكم بقول للعبائدة انا ما حقوق لكم والمسامح كرير والدبوك يا صحبي والدبوك الله هو أسبر حيش بالنا обратنا حيش بالنا öğبل إخبياء وملك الخالي معارضة معارضة تعيش بالنا يا عبال إخبياء يعيش بالنا very good تعيش بالنا avatar عبال إخبياء خلا وجيدة! يا خلا وجيدة! خلا وجيدة! فيه يا زرزور ما تتكلم؟ سيمناعة! بيجي ملك الناجح! ايوة! وكلهم شايلينه فوق رأسهم وبيلفوا به الناجح! يعني ايه ملك الناجح؟ يعني اشتراه بفلوسه وبقى ملكه كمان! يعني حاجك دي زي كبير كبرات الناجح! ايوة! وكلمته تمشي عالكل! حتى أمام كبر البندرية! ايوة! ومحدش يعصانه أمر! ملك! وهمام قبل بك دي! معراج! في الأول عيلته كانت رفضة! لكن هو تنازل لسي مناعه وقال أني أول واحد يطيعه! وفرض على عيلته كلها تطيعه قبل منه! ويه يعني؟ فطول عمري مناع وكلمته كانت بتمشي على همام وعلى أبوك وعمو ديار! لا ياما دا كان زمان! أيام مناع أخويا كانت نشايلهم في زراعة الحشيش وبيعه! مهما داما رجعنا نزرع الحشيش من تاني يبقى الكل لازم يطيعه! يعني مش جميلة ولا حاجة! طب إيه قولك؟ إن سي مناع حكم على همام يدفع مليون جنيه للعبايدة دية! وإستسمعهم كمان! يا همام طوعوا في دي كمان! إيه 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 إلا طوعوا وحب على رأس كبير يا عبايدة! لا! كده يبقى الحكاية فيها إنا! لا يا أم ما سألين أنا! لا إنا ولا حاجة! لحتى همامته لعمره بيحب مناع! وبيسمع كلامه من وقتنا صغيرين! استغرب ليها مناع من اللي أنا عملته! لأن خبرك زيني يا همام وعارف إنك ممكن تتمسكن لو ليك مصلح عندي إنما توقف كده! شوف يا مناع! الحج ما يختلفش عليها اتنين! وكل أهل الناتجي عارفين جيمتك زيني! وأقولهم أنا وعلتي! يعني مش هترجع تعرضني تاني يا همام في أي حكم حكمه! طيب يا مناع! أنا هقولها ليك! وقدام كل الرجالة دي! أنت الملك يا مناع! وأنا أول واحد هيطيعك! بس بشرط يا مناع! صوم كرامة عائلتي! وتخليني الوزير بتاعك! موسيقى!